بسم الله الرحمن الرحيم درس اللغة العربية للصف الرابع في الحصة الماضية عزيز الطالب قرأنا درس ضمادات الجروح وتعرفنا عن المفردات الصعبة والأفكار التي يناقشها النص ثم قمنا بحل تدريبة بعاد المفردات والتراكيب وأسئلة الفهم والاستيعاب هذه الحصة هي حصة قاعدة هذه الوحدة والقاعدة هي المفعول لأجله والهدف من هذه الحصة هو أن تدرك عزيز الطالب مفهوماً لمفعول لأجله وتصوغه من خلال الجمل اثنان أن تملأ الفراغ بالمفعول لأجله المناسب وثلاثا أن تستخرج المفعول لأجله من الجمل ورابعا أن تعرب المفعول لأجله إعراباً تاماً أبدأ بشرح القاعدة المفعول لأجله إذا قمنا بتعريف المفعول لأجله فهو اسم أي أنه ليس فعلاً وليس حرفاً فهو اسم هذا الاسم يدل على سبب حدوث الفعل يتم السؤال عنه بلماذا أي أنني إذا استخدمت أداة الاستفهام لماذا فإن الإجابة ستكون مفعولاً لأجله هذا الاسم الذي يدل على سبب حدوث الفعل دائماً منصوب إما بتنوين الفتح أو بالفتحة وإعرابه يكون مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة نقرأ المثال سوية نساعد والدينا حباً لهم إذا قمت بالسؤال لماذا نساعد والدينا؟ ما سبب حدوث فعل المساعدة؟ لماذا نساعد والدينا؟ ستكون الإجابة حباً لهم أي أن الاسم حباً هو مفعولاً لأجله وهو كما ترى منصوب فإذا المفعول لأجله هو اسم هذا الاسم يدل على سبب حدوث الفعل في الجملة إذا أردت أن أستخرجه أستخدم لماذا؟ فإذا كانت الإجابة اسماً منصوباً يكون هذا الاسم هو مفعولاً لأجله سأقوم بحل التمرين الأول والتمرين الثاني حتى تتضح لك القاعدة ثم ستكون باقي التمرين واجباً بيتياً التمرين الأول طع دائرة حول المفعول لأجله في الجمل التالية سأقرأ الجملة ثم سأترك لك وقتاً حتى تقوم باستخراج المفعول لأجله الجملة الأولى ينفق المؤمنون أموالهم ابتغاء مرضات الله أين المفعول لأجله؟ أحسنت ابتغاء فإذا قلت لماذا ينفق المؤمنون أموالهم؟ ستكون الإجابة ابتغاء أي أن سبب إنفاق المؤمنين لأموالهم هو ابتغاء مرضات الله فابتغاء هنا مفعول لأجله وهي كما ترى منصوب علامة نصبه الفتحة الجملة الثانية سجد المسلم شكراً لله تعالى أين المفعول لأجله؟ أحسنت شكراً لأنني إذا سألت لماذا سجد المسلم؟ ستكون الإجابة شكراً أي أن سبب السجود هو شكراً لله تعالى فشكراً مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح السؤال الثالث أو الجملة الثالثة سامح عامر صديقه إحساناً له أين المفعول لأجله؟ ممتاز إحساناً إذا قلت لماذا سامح عامر صديقه؟ ما سبب مسامحة عامر لصديقه؟ فالإجابة ستكون إحساناً ممتاز إحساناً